فانتي لازم تكوني متأكدة ان الفتحة دي مكان السفارة كده مفيش اي حاجة سديها سواء بقى الابخيرة او بوائق الاطعمة او الكلام ده كله لان ده يعتبر سبب رئيسي في انفجار حالة الضغط ربنا يعافينا يا رب وكمان بعد ما خلصنا الحوض بتاعنا من الخلطة بقى زي الفل اهلا بيكو يا رب تكونوا بخير جميعا معيكم اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي الحالة اللي انتم شايفينها دي حالة الضغط او الحالة البريستو انا باعتبرها المساعد بتاعي في البيت يعني دي بصراحة قضايا الاتنين بعمل فيها كل حاجة تتخيلوها اول الفيديو شغال هقول لكم ايه اهم استخداماتها بالنسبة لي ولكن طبعا لانها بتتحط فترة طويلة على النار ولاني بستخدمها تقريبا اه في الاسبوع مش قل من مرتين تلاتة فمع الوقت اه لانها المونيوم طبعا لونها بيتغير بيصفر كده اللمعة بتاعتها طبعا بتطفي ومش بتنضف بالمناظفات العادية شايفين بقى الصابونة الجميلة اللي احنا عاملين منها مية كتعة عملناها صابون باللمون وبالبرتقان وبالشوارجان عملنا صابون بحاجات كتير قوي قوي عايزة بكتعة من الصابون اللي احنا عاملينه في البيت الجميل ده والطبق ده مخصوص للمناظفات بلاش نحط المعجون الصابون والحاجات دي في الاطباق اللي احنا بناكل فيها نخلي حاجات كده مخصوص نحط فيها المناظفات او الخلاطات اللي احنا بنعملها وحاجيب معلقة واحدة من الخميرة الفورية يعني مش محتاجة اكتر من معلقة صغيرة اه حخلط بقى بشر الصابون بتاعي مع على فكرة انا ماخدتش القطعة كلها انا اخدت نصها بس مع معلقة الخميرة وبحط مية اه سخنة جدا علشان آآ عايزة الصابون ده يبوش معي عايزة اعمل زي عاجين كده آآ عايزة اقول لكم ان الخميرة مفيدة جدا 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 في تلميع الالمونيوم وليها اكتر من وصفة المهم ان يعني هنقولهم مع بعض بس المهم ان احنا دلوقتي هنبدأ آآ نمزج مع بعض الصابون والخميرة مش عايزة ميا كتير انا مش عايزة اعمل آآ يعني رغاوي كتير بقى او انا عايزة عاجينة علشان انا هجيب الحلة بتاعتي وهدهنها بالعاجينة دي وحسيبها شوية فعايزة العاجينة تكون يعني نوعا ما متماسكة اهم حاجة بس ان انا بجيب فوطة آآ قبل ما ابدأ اشتغل وبفرشها على آآ المكان اللي انا آآ هشتغل عليه علشان بقى آآ ما يتجرحش يعني فكرة انا لسه محطتش الرخامة يعني ولكن علشان بقى الخشب طبعا ما يبهدلش وما يتبلش وما يتجرحش وآآ افضل محافظة على ندفته الفوطة بس بشيرها بكل بساطة كده وبحطها في الغسالة مع الفوط التانية بتاعة المنطقة اللي هو من دلوقتي بمسك بقى الحلة وبالمعجون اللي انا عملته ده اللي هو عبارة عن معلقة الخميرة والصابون البلدي او الصابون الغسيل عفاكرة انتي لو مش عند يعني انتي لو مش عاملها معانا في القناة تقدر تشتريها اللي هي القطعة بتتبعها بخمسة جنيه عند بتاع المنظيفات تدهني الحلة كويس جدا والغاطة نفس الكلام بتشيلي آآ المكان الصفارة كده واحنا هنفك طبعا على فكرة الايد بتاعتها بتتفك ولكن انا الحقيقة ما فكتهاش المفك ما كانش يعني قدامي وبصراحة كنت عايز ايه اخسلها بسرعة عشان كنت عايزة استخدمها شيلت بس مكان الصفارة كده وفكيته لان تحتيه طبعا بيبقى فيه زي ما انتم شايفين كده بقى واي اكله ولما بيتساب فترة طويلة بيعمل بقى زي صادة كده على فكرة هم بيتفكوا بسهولة قوي مكان البلف ده ومكان الصفارة ده بيتفك بسهولة كل مرة تيجي تخسلي الحلة تفكي مكان الصفارة ومكان البلف وتخسلي تحتهم وطبعا زي ما قلتلكم الايدين برضو بتتفك بسهولة مكان المصامير كده بتشيل وآآ بتخسلي بقى تحتيه بتركيميهم تاني بوقي الصابون بتاعي بقى حطيت عليه برضو مية سخنة كده وهجيب سلك الامونية انا مش عارفة ليه مش من محبين السلك الاستاليس بتراها غير في غسيل الافران اللي هو يعني الفرن والصاج والبوتجاز وكده انما المواعين مش عارفة ليه انا كاميرة مش من هوات الاستاليس بحيس ان هو بيجرح المواعين انا مش عارفة محبتهوش في المواعين ولكن انا محبة اكتر للسلك الامونية تمام? حمسك بقى الغطا بتاعي الاول وآآ بالسلك الامونية كده يعني فايدة الفوتر اللي المفروشة تحت كمان بتخليني اتحكم في القطع اللي انا بخسلها انها ما تتزحلقش مني آآ وما ببهدرش المكان طبعا ببدأ بقى اخسل كل حتة في الغطا ادعكها كويس قوي قوي بالسلك الامونية كده الخميرة بتنظف معايا حلوة قوي تقدر ان انتي تعملي آآ بالخميرة دي برضو آآ يعني تنظفي الاستلس والالمونية والمعالق وازاي بان انتي تجيبي آآ معلقة خميرة ومعلقة بي كربونات وشوية خل هتحط التلات مكونات دول على بعضهم يعني معلقتين من الخل معلقة من الخميرة معلقة من البي كربونات وحتعملي زي معجون كده وحتدهني بيهم الحلل الالمونية بتاعتك وحتركنيها لمدة خمس دقايق وبعدين هتجيبي سلكة مواعين وحتدعاتيهم كويس هيدوكي برضو نتيجة حلوة قوي ولكن انا النهاردة آآ يعني اخترت طريقة ابسط شوية آآ اعتقد انه كل بيت في قطعة الصابون دي الصابون البلدي او بتاع الغسيل ده مع الخميرة فالخميرة حلوة قوي لتنظيف الالمونيوم في ناس عندها الحلال دي استلس ما اعتقدش ان هي بتاخد منها وقت ولا موجود ولكن برضو تكون حريصة كل فترة ان انتي تدعكيها دعكة حلوة كده لانها من كتر الاستخدام لونها بيتغير بمسك بقى جزء جزء فيها وبدعها كويس قوي كده بصوا حلاقي ان الصابون بتاعي لونه تحول للون رماضي كده ده دليل طبعا على ان الالمونيوم بتاع الالمونيوم بتاعتي آآ بدأت ان هي الطبقة اللي هي دي اللون المسفر دي آآ تنظف او تتشال تحت المية بقى هاخدها بالسلكة برضو يعني انا مش هشتوفها بايدي لان طبعا العجينة دي لازقة فيها آآ وزي ما تقولوا كده لما تركنت شوية بقت مسكة في الحل اكتر فا بايدي كده مش هطلعها كويس ولكن لما آآ بمسك السلكة كده وبدع كويس آآ بتتشال بقى لطبقة كلها اللي انا نضفتها دي آآ انا بعمل ايه بالحلال بريستو دي مش مسألة ان انا بس لق فيها بس الكوارع يعني في نفس فكرتها ان الحلال بريستو دي لحكادر بتاخد وقت طويل لأ انا بحط فيها اللحمة الفراخ الكوارع بدمس فيها الفول آآ يعني الحاجات اللي هي ممكن تاخد على النار ساعة او ساعوي لأ انا بحطها في الحلال بريستو وكمان بوطي بقى عليها وما بتاخدش معايا نص ساعة بعد ما خلصت بقى بقى الصابون بتاعي دلقته في الحود وخليلي الحود زي الفل بنفس السلكة كده خسارة طبعا بدل مرميها لان احنا عارفين ان السلك الالمونيوم لما بيقعد بيصفر فخسارة كده استفيد بشوية الصابون لمعت الحود بتاعي وآآ خليته زي الفل الحقيقة خلطة حلوة قوي قوي لكل الحلال الالمونيوم بقى انا بس النهار ده بس يعني ايه علشان كنت بنظف حالة الضغط فآآ اي حل الالمونيوم عندك تقدرات نظفها بالطريقة دي الفوتا دي بقى بخدها زي ما هي كده وبحطها في الغسالة مع بقيت الحتة اللي انا بنظف بيها في المطبخ او الفوت يعني اللي انا بنظف بيها المطبخ الصفارة بقى والاجزاء دي انا كنت حطها في آآ شوية ماء سخنين وكمان آآ مع معلقة من المعجون اللي انا كنت عاملة ده وغسلتهم كويس بصوا بقى الحلة بعد ما آآ غسلتها وشطفتها ما شاء الله عايز اقولكو هي طبعا يعني انا مدعكتش فيها كتير يعني الموضوع كله اخد مني قد ايه ما كملتش كاف يعني كافك الحاجات اللي انتو شايفينها دي وغسل الحلة ودعكها والمعجون والكلام ده كل موضوع كله ماخدش عشر دقيق انا دلوقتي اهم حاجة عندي ان انتو تتأكدوا ان ما كان الصفارة الفتحة دي او الحرم ده لازم تتأكدوا انو ما فيش اي بواقي اكل ولا ابخيرة ولا الكلام ده كله سداء لان والله يا جماعة ربنا يعافيكو يعافينا انا شفت حلا فقرت قبل كده بسبب ان الخرم ده كان مسدود من بوائي اكل اه ده المنفس الوحيد اللي بيطلع منه البخار فلازم تاخدوا بالكم من الموضوع ده انا تقريبا عامل الفيديو عشان اقولي الكلمتين دول وابريكو انا بنظفها ازاي انا خلصت الفيديو بتاع يا رب يكون الفيديو عجبكم بحبكم في اللي ولايك واشتراك للقناة